بعيد بحضرتكم الترحيب و لا نزال لما حضرتكم في هذه التغطية الخاصة و الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيوم رحب بضيفي هنا في ألسوديو الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحليل وكالة منباء الشرق الأوسط أهلا بحضرتك سيد صلاح أهلا بحضرتك سيد الحمد يعني في البداية ونحن نتحدث عن الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيوم إلى أي مدى حركت شايف الشخصية المصرية استطاعت هذه الصورة أن تكشف الوجه الحقيقي للشخصية المصرية المدافعة عن هويتها لمن أراد استلاب أو محو هذه الهوية عايزين نرجع بالذاكرة كده للـ 11 عام اللي فاتوا ونشوف إلى أي مدى استطاعت هذه الشخصية المصرية أن تظهر حقيقتها وتنزل بالملايين إلى الشوارع لرفض مثل هذا الأمر هو طبعا إحنا النهاردة في ذكرى الثلاثين يونيو زي ما حضرتك أشارت أن النهاردة العيد الـ 11 لثورة الثلاثين يونيو عندما نسترجع أو نعود بذكرى إلى ما حدث قبل ثورة الثلاثين يونيو تحديدا كانت هوية الدولة المصرية معرضة للخطر كان هناك استهداف لهذه الهوية من جانب يعني للأسف الشديد بعض القوى الموجودة على أرض مصر إلى جانب أنه كان هناك تربص من أعداء الدولة المصرية من خارج مصر دعمت هذا التوجه وشاهدنا ما حدث في أعقاب يعني ثورة يناير 2011 ثم تحول رهيب في التوجه العام لمحاولة محو أو تغيير الهوية المصرية بشكل أو بآخر بس عايزين نشرح يعني إيه تغيير الهوية المصرية طيب يعني أنا أقول لحضرتك أنه لما حصل ثورة 2011 كان الهدف هو إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمع المصري طبعا زي ما شفنا أنه قفزت جامعة الإخوان على الثورة وحاولت الاستلاء عليها واستولت عليها بالفعل ونجحت في ذلك لأنه للعديد من الاعتبارات اعتبارات داخلية واعتبارات خارجية وكان هناك دعم خارجي غير ملاحظ وغير منظور بالنسبة للشعب المصري طبعا اللي حصل أنه هذه الجماعة عندما وصلت إلى السلطة في غيبة تامة لمعظم الكوى السياسية المصرية اللي كانت موجودة على الساحة طبعا هي تمكنت أو يعني استشعرت أنها تمكنت من السلطة وحاولت بالفعل أن تسيطر على الوضع وتغير هوية الشعب المصري وتفرض هويتها وتفرض أجندتها التي يعني كانت تحاول أن تفرضها منذ نشأتها في عام 1928 طبعا اللي حصل أنه السعب المصري استشعر أنه هناك فعلا توجه لتغيير الثقافة المصرية وتغيير الهوية المصرية الشعب المصري معروف طوال تاريخه على امتداد ألاف السنين منذ نشأة هذه البلد وأنه هو يعني المستعمر أو الهويات المختلفة بتنصهر داخل الشعب المصري مش هو اللي بينصهر من أجل هذه الثقافات يعني الاستعمار الفنسيولي الاستعمار البريطاني وغيره حتى الاستعمار العثماني عندما استعمرت الشعب المصري هو اللي فرض هويته فالنهاردة لما تيجي بعد 2011 حاولت هذه الجماعة أن تفرض هويتها على الشعب المصري وأن تغير هوية الشعب المصري الأمر اللي لم تنجح فيه يعني الحكم الإخوان لم يستمر أكتر من عام عندما استشعر الشعب المصري أن هذه الهوية وأنه مستهدف في وطنه بالفعل خرج في 30 يوني فده الشعور الحقيقي للشعب المصري زي ما حضرتك ذكرت أنه الشعب هو اللي خرج ولفظ هذه الجماعة ورفض هذا الأسلوب ورفضه تماما وحاول أن يستعيد هويته يستعيد هوية الدولة المصرية وأن تسترجع هذه الهوية من خلال ما حدث في 30 يوني يعني ده ببساطة وده باختصار شديد ما حدث بعد يعني محاولة هذه الجماعة السيطرة بهوية وفكر معين يتعارض تماما مع الثقافة المصرية ومع الهوية المصرية فاللي احنا شفناه في 30 يونيو بالفعل هو تصحيح لمصار كان يحاول البعض أن يفرد ثقافته ويفرد سيطرته بمساعدة من أطراف خارجية طيب لو حبينا نرجع لـ 11 سنة وراء عشان نتابع ونشاهد الممارسات الخطيرة والخاطئة التي قامت بها السلطة الحكامة آنذاك والتي أدت إلى نزول الملايين من المصريين إلى الميدين وشوارع في كافة المحافظات يمكن كانت البداية هل حدث تتفق أن ما حدث من إصدار الإعلان الدستوري والذي وصف البعض بأنه يضع رئيس الدولة بأنه الحاكم بأمر الله كيف ترى نسترجع هذه الخطوة التي قمت بها الجماعة الإرهابية ورد الفعل من الشارع آنذاك هو طبعا أنا بستعيد مع حضرتك اللي حصل أن احنا عيشنا الفترة دي تقريبا كلها بكاملها بتفاصيلها الإعلان الدستوري كان يعني محطة مفصلية كشفت بشكل مبكر عن نواية هذه الجماعة لأنه يعني من الحماقة أنه البعض تصور البعض منهم تصور أنه سهل إصدار وسهل توجيه الشعب المصري وفق ما يراه مناسبا فمسألة الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس آنذاك أو رئيس الجماعة آنذاك كان هو المفصل الرئيسي للتمهيد لصور الثلاثين يونيو لأنه ده كانت البداية الحقيقية لاستشعار الشعب المصري أنه هناك قطر ما يحدق به لأنه هو تكريس السلطة في يد هذه الجماعة يعني أولا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كان هو السلطة الفعلية على رأس رئيس الجمهورية وده طبعا كان مؤشر لم تشهده مصر من قبل وأعتقد أنه ضد الثقافة المصرية وضد توجه الشعب المصر غل وحقد على ثقافة هذا الشعب محاولة فرض الثقافة التي يعني مش عارف من أين جاءوا بها لأنه الشعب المصري معروف طوال تاريخه بأنه شعب وسطي شعب محب للحياة شعب يتطلع إلى مستقبل أفضل لكن أنه هذه الجماعة حاولت أن تفرض أسلوبها وتفرض سلوكها حتى عباراتها والعبارات اللي حاولوا فرضها من خلال بعض القنوات اللي كانت داعمة لهم وبعض الشيوخ اللي كانوا يعني معبرين عن وجهة نظرهم في هذا التوقيت كانت محاولات من أجل فرض هذا الرأي وفرض هذه الهوية على الشارع فاللافتات اللي كانوا بيعلقوها على الجدران أو اللي كانت بتعلق في الشوارع كانت كمان فيها نوع من الحماقة فانتهت بأنه بالفعل الإعلان الدستوري كان تكريس السلطة في إيد شخص وفيه في الخلفية شخص المرشد العام للجماعة اللي كان بيوجه من وراء الكواليس أو كان معلن يعني مش من وراء الكواليس كان معلن الكلام ده وكل الشعب المصري عارفوا لو استعدنا الفترة دي فبطبيعة الحال كان مقر الحكم مش قصر الاتحادية كان مقر الحكم مقر الجماعة في المعطم طيب في نقطة تانية ودي كانت هل الحركة تعتبرها كانت صادمة للشارع المصري ما تم من حصار المحكمة الدستورية العليا لمدة 18 يوم في ديسمبر 2012 يعني إذا أردنا أن نسترجع بالذاكرة ما الذي جعل الجماعة تقوم بمثل هذا الأمر وكيف كان رد فعل الشارع يعني كيف كان رد فعل الشارع للتعامل مع هذا الأمر شهادنا كانت مفاجأة وصدمة طبعا للي الجميع أن يتم الأول مرة محاصرة القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا بهذا الشكل المروح لا وكان هناك تمهيد آخر أنه كان هناك مقصلة عد للقضاء أخوانة القضاء وأخوانة القضاء وإقالة النائب العام الأخوان مكي وإقالة النائب العام في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري إلى جانب طبعا محاصرة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة وهي الرقيب على الدستور ورقيب على السلطات فالمحكمة يعني مجرد محاصرة المحكمة ده رمز هو يراد به السيطرة أو توجيه القضاء لمصلحة هذه الجامعة إلى جانب طبعا محاصرة مدينة الانتاج الإعلام والسيطرة هنرجع لكل الكلام محاولة السيطرة نسية النقطة دي بنزال مهمة جدا